بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي المشاهدين قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة هكذا تلعب كرة القدم ومن أجل هذا تلعب هكذا إبراهيم أهلا بك بشمهندس أهلا بكم عزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم حلقة الاثنين النهاردة من ملك وكتابة رقمها 889 وبدئها المهندس عدلي بفلسفة هكذا تلعب ولهكذا تلعب مبارح أه أه والنهاردة النهاردة أه ولا بكرة لأ النهاردة أه النهاردة أنا بتفرج وبقلب بين القنوات طبعا مشهد الزيارة اللي هننكلم عليه ولكن كنت بتفرج على ماتش لليفر بول مع نادي فولهم الماتش سياقه مزهل مزهل من حجم الجري من حجم الضغط من حجم الالتزام حتى نادي فولهم مش مديهم فرصة يستلموا كرة للعدة التانية فاضطر ليفر بول من العدة الأولانية يلعب ضغط فهذا المستوى يقول إيه تستطيع أنك في كرة القدم تحضب الاحترام والندية من خلال الجدية والالتزام والعمل الجماعي درس مستمر تسعين دقيقة واحد واحد انتهت المباراة وكان على كاس الاتحاد الإنجليزي انتهت المباراة طبعا المدرجات وعظمتها وكلامها وتشجيع هائل لا يهدأ دون إذاء أو شروط أو خروج أو حاجة حدفة أو حد أعمل حاجة خلصت المباراة اللي اتنين كوتشاد كلاب مع المدرب بولم أحضان طبطب على بعض اللعيبة يسلموا على كوتشاد وعلى بعض خارجين اللقاءات اللي بعد المباراة في منتهى الرقي وفي صلب المباراة مش عاجة برا المباراة سواء مع المدربين أو مع اللعيبة كلمتين ونص كده وملحظات عن المباراة مشهد قلت الله هو إحنا ما بنلعبش كرة القدم دي لإيه ما ليش لعب المستوى ليه ما بنلعبش هاش بالمفاهيم ده دي هي مفاهيم رياضية بحتة مفاهيم بتكرس فلسفة كرة القدم وعايزة توصلنا لإيه فهكذا تلعب من أجل إيه من أجل اللحظات النهائية اللي شفناها من أجل هذا وبعدين مرة عادة رح ترابط الله الله دي الزيارة دي أصلاً لها كل العلاقة عشان نوصل لهذا المشهد ترجمة نانسي قنقر